اشتركوا في القناة 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 لايق عليك الخال يلي الهوى خالك مشغول عليك البال ولا حد على بالك لايق عليك لايق عليك لايق عليك الخال سمعنا شوي فايز خلي البنت عرف تكتبو وظيفتها معلي معلي متدائق منه ماما بابا صوته حلو شفتي شلون زينة مرى متدائق وبتحب صوتي ولك تقبري عظامي يا زينة عظامي تقبريهن شو انك فاهمين روحي بابا روحي ناوليني المقص حتى أصل لازيك طويلة شوي ترك البنت بحالة بقى انا بجبلك ياه ولا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بقى تقلم على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل سلي تفضل وهي المقص وليشك حططيهن؟ مطعتين يا بايدي؟ ولو يا فايز ما بصير مد ايدي بالمقص ونولك يا ابنه قوف وليش بقى؟ يوه شغلة معروفة انا شغلة؟ بيقولوا انه اذا الواحد مد بايده المقص بوش التاني هاي شغلة بصير من وراها مشاكل كتير هلا من كرعالك فتصدقي هالكلام مو شغلة تصدق ما صدق هاي شغلة سابتة وما بدا اتنين يحكوا فيها شنون سابتة بقى؟ ايشو هي قانون ولا كلام مقدس؟ فايز بترجعك؟ اذا ما بتفهم بالشغلة لا تناقش ولا تجادل اهل اول ما خلوا شيء الا وقالوا يعني انتي من كل عقلك بتصدقي لقدمه واهل اول؟ مش عن الله فايز ايه منه من السيرة بقى؟ وخلي كل واحد على رأيه؟ ايشو نحنا عم نتناقش بشديهات ديني ولا فقهي حتى تتهيى بالموضوع؟ يا فايز هالشيه مو من عندي هذا سابت بالتجربة وجدودنا ادركوا مفعولوا وراتونا اياه ايه حاجة سخافي بقى حاجة قال جدودنا قال يعني اذا كان في عنا بها التاريخ كم جد خرفان ضروري نلحق تعاليمون هل عمشوا انك متخلفة انا متخلفة؟ ايه طبعا متخلفة ونص الله يسبت علينا العاقل والدين يا رب ماما ماما قمي فطي على قوتك لهون وصلت معك يا فايز لكن شو بدي سمي هالآراء الخنف الشاريه اللي عندك؟ قاسما بالله انك قمة التخلف وإساص الرجعيه العمى، العمى شو انك دقة قديمة؟ والكفايز انتبهي على حالك شو عم تحكي؟ شو بك مفلتت فرطفلت ايه؟ ضب بلسانك بحلق كبيرا كتر حكي قال مفلت تقال لعمى ولكن العالم وصلت للأمر للمريخ للمشتري ونحنا لاحقين العالك المصدي وعلى أولت ستنا قالت وجدنا قال فايز لا تحكي طالع نازل دخيلك انت والعلم تبعك ولك يا مجدوبة نحنا عايشين بالقرن الواحد وعشرين بعصر التكنولوجيا والكمبيوتر والتقنيات والتقدم والتطور وانتي عم تقليلي مقص وما مقص فصاعش أمخك مسكار يعني ما بعرف فعلا أحيانا بحسك هيك كتلة من الغباء أو إنسانة هربانة من العصر الجاهلي هيك انك يعني؟ لا هيك زودتك كتير وانا ما رح اسكتلك أبدا فهمت ولا ما فهمت؟ إذا نفكر حالك فهيم زمانك ووحيد عصرك بتكون غلطان شفتني عم ردة عليك بأكابرية رح تاكني بلا ملح عم ترد بأكابرية؟ ومنين هبقت عليكي الأكابرية يا بعد قلبي؟ من أبوكي يلي نسيشها لأنه مرتشي ولا من الوالدة اللي اللي قطوها بالسوبرماركت وهي عم تدحش كيلو بني حسين مش ان تقيتها بدون ما تدفع حقه؟ هالكلام مو صحيح رخ خيط بغير هالمسلة شلو مو صحيح بقى؟ لأنه أبي مالو مرتشي وانت بتعرف انه تبلوه بالوظيفة أبلي وامي لما أخدت كيلو البن فتكرته دعاية ولك على مين عم تبحك يا سميرة؟ قولي هالكلام لغيري مو قلي خلاص فايز خلاص لا تجنني اسكوت ما بدي يسمع منك ولا كلمة انت بتسكتي مو أنا؟ أنا غير ربك ما بسكتني فاهمني خانو؟ لأ وقال شو عملت لي معلمة وقاعدة عم تعلم بنتها معلوم حتى تحشي لمخة بالتخلف والأراء البالية والمفاهيم المغلوطة طيب أنا فرجك يا فايز إذا ما بخليك تندم على كل كلمة حكيتها ما بيكون اسمي سميرة لك اروحي عني ها؟ ايدك وما تعطي بسيطة أنا راح اتركلك البيت وامشي خلي غرورك ينفعك عم تهدديني يعني يا ستي دربي سد ما يريد خوفتيني والله اه شو علي؟ عمال وكتر وبكرة منشوف ولوين رايحة من غير شر؟ مو شغلك تعيي ماما تعي شلوم مشغلي بقى؟ لا تنسي انه أنا جوزي إذا كنت جوزي ما بتهيني عالطالعة والنازلة وشو بدي اعملك اذا كانت راسك ناشفين مثل الحيط؟ انت اللي مثل الحيط امشي ماما امشي مقدرة ساعدتنا امشي خمسيني العمى قال اذا مدينا ايدنا بالمعاص وعطينا لشي زلمي بتصير مشاكل العمى عالتخلف العمى 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 على انت العاد لك اروين المشاكل؟ اروين المشاكل؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة